اهلا بكم في حلقة جزيدة من الريمونتادة النهاردة بعثت منتخبنا الوطني الأول وصلت قاهرة قادمة من الإمارات بعد التعادل مع الجزائر واحد واحد في المباراة الوديل اللي أقيبت على ملعب هزاعة بن زايد وغادر اللاعبين المحترفين من الإمارات للانضمام لأنذيتهم وعلى الأسهم طبعا نجمنا محمد صلاح لعب ليفر بول ومحمود تريزيجي وطارق حامد مصطفى محمد وعمر مرموش محمدي فتحي منتخب مصر خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري يقدر أن يحقق فوز على زامبيا بنتيجة واحد سفر وتعادل مع الجزائر بنتيجة واحد واحد تعال نشوف رأي الجماهير هل منتخب مصر استفاد من معسكر أكتوبر ونرجع لكم مرة تانية أكيد استفاد لعب ماتشين كبار بين زامبيا والجزائر واحتكاكة وإن شاء الله يغضب طولة أفريقا قريب إن شاء الله أداء كويس واللعاب عندها مهارات كويسة استفاد استفادة كبيرة جداً إحنا لعبنا مباراتين والإثنين كانوا أقوى من بعض كانوا ماتش زامبيا بس الإختبار الحقيقي للمنتخب كان في ماتش الجزائر لأن طبعاً فريق قوي وشاف أن فيتوريا بيقدم أوراق اعتماده للجمهور بشكل أكبر وقت بعد التاني والمنتخب تحسن يكفي إن إحنا كنا نقصين لعب وبنلعب بعشر لعبين وقدرنا إن إحنا نتقدمه الجزائر هيدا اللي قدرت تتعادل معنا طبعاً منتخب لعبنا ماتشين مهمين جداً في الإمارات ماتش زامبيا والجزائر ماتش زامبيا ما كناش على أحسن شكل بس قدرنا نكسف في آخر وقت بس ماتش الجزائر لما اتطرد مننا اتطرد مننا محمد هاني هو كما قد ماتش كويس جداً بس حتى لما اتطرد المنتخب فضل متماسك وقدرنا نقف قدام منتخب الجزائر برغم إنه منتخب معظم ومحترفين حتى بلعبتنا المحلين قدرنا نعمل جيم جامد عليهم وتعادلوا بأخطاء فردية وحتى إحنا كنا نقدر نزود يعني ضع مننا فرص فرصة عمر مرموش اللي ضعت في الآخر فإحنا كنا نقدر نكسب ومستريح برغم الطرد كمان اللي هو في الدقيقة 25 أو حاجة فأنا ألا شايف إنه منتخب مصر يستفاد لعبنا زامبيا وتعادلنا مع الجزائر ماتشات ماتش مبارح كان كويس واللعابة كانت فيقة برضو ومدرب شكله تمام يعني ونتمنى نشوف ماتشات من دي قوية برضو كتير يعني طبعا استفاد كان بيلعب فرقة كبيرة منتخب الجزائر وكان قابل منه فريق زامبيا فرقتين جامدين وبعدين اللي عجبني كمان الطرد بتاع محمد هاني إن انت تلعب تحت ضغط وما تضمن شي في البطولة اللي جاي يلعب من عندك انتريد حاجة زي كده وبعدين بتلعب منتخب كبير زي الجزائر فالحمد لله يعني النتيجة مرضية جدا والأداء مرضي جدا من المبارح أكيد استفاد من المعسكرة أكيد طبعا لأن اللعبة بقى تتجنس مع بعضها ويفهموا الخطة بتاعة المدرب ويعرفوا هم بيلعبوا ازاي وتجنسوا مع بعض ومفيدة طبعا أكيد مفيدة يعني ونروح لأخبار الزمالك النهاردة عبدالواحد السعيد مدير الكورة في النادي أكد إن كرومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للفري الأول هيقود تدريبات الزمالك بكرة استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري وده بعد أجهزة سريعة قضاه المدرب مع أسرته في إنجلترا وفي نفس الوقت لعيبة الزمالك قدت النهاردة مجموعة من التدريبات التأهلية المتنوعة تحت قادة علاء رجب مخطط الأحمال على هامش الميران السباحي وركز متحة عبدالهادي المدير العام ومعه أحمد مجدي وفريدي هريرا المدربين المساعدين على متابعة الفقرة البدنية للعيبة ولت مئنان على حالتهم قبل مضش سموحة اللي جاي وفي نفس الوقت قد حاتم سكر الزهير الأيصر مجموعة من التدريبات التأهلية على هامش الميران وده ويفكن للبرنامج الموضوع ليه قبل مباراة سموحة ونروح الأخبار النادي الأهلي اللي بيستعد لمواجهة سيمبة التنزاني يوم الجمعة في ذهاب روب عنهائي الدوري الأفريقي قد كريم فؤاد لعب الأهلي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي وينتزم في التدريبات الجماعية بعد 15 يوم بعد التعافي تماما من الإصابة لتعرض لها في العضلة الضم مارسر كولر المدرب الفني للأهلي طالب اللعيبة بدرورة التركيز قبل مباراة سيمبة لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أنه بيستهدف قيادة الفريق لحظ الدوري الأفريقي في نسخته الأولى تعالوا نشوف توقعات الجماهير لمباراة الأهلي وسيمبة ونرجع لكم مرة تانية مباراة صعب عشان بطولة بديدة لسه واللعب الرجع من منتخب وإجاد بس إن شاء الله يعني الأهلي قدر يكسب لأنه الفترة دي الأهلي زي ما احنا شايفين فوز في الدوري وعلى مستوى أفريقيا فالفريق دلوقتي في الطوب فورم التاع وبطولة كويسة يعني نقدر نشوف اللعيبة قبل كسر العالم للأندية وقبل بطولاتنا بطولة منتخب مصر إن شاء الله الجاية بقه 2-0 إن شاء الله عمتا سيمبة تنزاني سانداونز تراجي الوداد كل الفلد إحنا لعبنا معها قبل كده أو معلمين عليها فالحمد لله أنا كمهور أهلاوي أنا متأكد أضمن إن شاء الله إن شاء الله أن الأهل سيوصل في مرحلة بعيدة قوي في البطولة دي ده ديتها وقعات وإن شاء الله الأهل الماتش يخص 2-0 للأهلي وحسين الشحات وبرستها وبإذن الله يبدعوا معينا بإذن الله يعني الماتش صعب طبعاً والجمهور هناك بيبقى الأستاذ مليان وتقريباً يلعبوا العصر ودي مشكلة بالنسبة لنا وسلالي يكسب إن شاء الله جمنا كويس خط نصه كويس عندنا دفع كويس ومتعودين على الضغط إن شاء الله بأمر اللي لا ما فيش تعادل هناك لا فيه فيه فوز بإذن الله 1-0 على الأهل النادي الأهلي في أرض الفرير المنافس بأمر الله شايف ماتش سبا مش مليهو يعني لأ هيبقى مليهو عادي مشكلة في اللي بعدين على شايف اللي يعني ساعات الأهلي بلعب حلم ساب بلعب وحش بيبقى متوقف على الهجوم لا يعني المباراة تبقى صعبة مباراة خارج برأ أرضنا يعني وصار الفريق عنده خبرات الأهلي فريق كبير يعني ومعودنا أنه هي يكسب في كل في أي مكان وفي أي حتة ومش بي بيعتمد أي فريق فريق قوي يعني فريق الأهلي النمبر وأنه في أفريقيا وإن شاء الله بإذن الله نكسب ونروح لأخبار الإسماعيلي اللي بيستعد لمواجد فاركو في الدوري النهاردة انتظم عماية حمزي في التدريبات بعد ما أنهى البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية وأصبح اللعب جاهز تماما لمواجد فاركو اللي جاية ونروح لأخبار محترفيننا النهاردة موقع ترانسفير الماركت العالمي أكد أن القيمة التسويقية نجبرنا مصطفى محمد لعب نانت لتفعت من 6 إلى 9 مليون يورو خاصة بعد تقلقه مع فريقه الفرنسي في الفترة الأخيرة ونروح لألعاب الصلاط الأهلي هيتجه بكرة للبحرين استعدادا لمواجد الزمالك في كاس السوبر المحلي لكورت السل المباراة تقومي والجمعة اللي جاية في تمام السابعة مسائم بتوقيت القاهرة وفي نفس الوقت أكد أحمد مرعي المدير الفاني لفريق سلط الزمالك أن المحترف الأمريكي أوجي مايو جائز لمواجهة الأهلي في السوبر وده بعد ما نضم لتدريبات الفريق مؤكدا أن حالته البدنية جيدة جدا استعدادا للمباراة كده تكون انتهت نشرتنا في وصل نرجع نكمل مع كابتن ميدو السلام عليكم النهاردة يوم حزين جدا النهاردة وأنا بتكلم مع حضراتكم غزة بيتم قصفها وتم قصف أحد مستشفيات غزة من قبل العدوان الإسرائيلي مما نتج عنه وفاة أكتر من خمسمائة طفل بريق ما يحدث إبادة جماعية لذلك اسمحولي أن النهاردة أحاول أوصل رسالتي للجانب الآخر من العالم أوصل لهم رسالة حضراتكم عارفينها كويس قوي لكن مهم جدا بالواجب علينا أن نوصلها للغرب أن نحن نوصلها للشعوب الشعوب اللي بيوصلها صورة مغيرة تماما عن الحقيقة وعن ما يحدث في غزة وفي فلسطين لذلك اسمحولي أني النهاردة هقدم الانترو بتاعتي باللغة الإنجليزية حتى تصل رسالتي للعالم كله جيدا جميعا أنا أحمد حسام ميدو أصدقاء فبولا في إيجيبت وحباً أعظم أن أعظم هذا الناس في عربي لذلك أعظم من الأمور والأفريق لكن هذا النقطة لقد اعتقد أنني أدفت أسمي المتحدة في الإنجليزية حانا أني أستطيع أني ستصل اللغة الإشترافة كانت عليها فعلاً البلسطين يشك في عربي ويشك في عمرHA ويشك في عرب دراسывайтесь يتجزعون في حال عقابة سلطة عدد للنراجع للعائد والآلسطيني مثل والأشخاص والأدوة الذين يجمعونها بلاد من مرضى المخطوعية كما أتحدث عن طريق المساعدة من المساعدة الإسرائيلية. كما أتحدث عنكم الآن، المساعدة الإسرائيلية تتحرك المساعدين في غزة. كما أتحدث عنكم الآن، وقال اليوم، أكثر من 500 أشخاص لديهم حياتهم. هذه هي الحقيقة. والقط الحقيقة. هذه هي الحقيقة التي تتحرك منكم. في اليوم، الآن، أتحدث عنه أن بعض الأجلال أبداً تتحرك المساعدات لهم على محاولاتهم، الذين تضعوا محاولاتهم مع محاولاتهم بإذنهم. ألعبوا أن تقلقوا عن القادمهم. أعطوا أن تقلقوا على المحاولاتهم على المحاولاتهم. وأن تتحرك المساعدة على المحاولاتهم، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الانتخابات ولكن بسبب ان الظروف الحالية بتحتم على كل زمال كاني وعلى كل عضو في الجامعية العمومية لنادي الزمالك انه يحكم عقله ما يحكمش قلبه لان انجرافنا في وقت من الاوقات ورا العاطفة ورا الاشخاص اللي احنا بنحبهم وورا الاشخاص اللي احنا مستنين اسف ان انا اقول الكلام ده من وراهم حاجة بعد ما ينجحوا بعد الانتخابات حط الزمالك في مشاكل كبيرة جدا وانا بقول ان الانتخابات اللي جاية دي انتخابات تاريخية لان اعضاء الجماعية العمومية في نادي الزمالك يقدروا انهم يحطوا الزمالك على التراك الصح واعتقد ان الفوارق ما بين المرشحين فوارق واضحة لو حكمت عقلك فوارق ظهرة حتى للطفل الصغير واصغر مشجع زمالكاوي فرسالتي لعضاء الجماعية العمومية قبل ما مرحب بضيفي العزيز اللي انا بعتز به بشكل كبير جدا بقول لكم ان انتوا ما بتمثلوش نفسوكو بس انتوا بتمثلو ملايين الزمالكوية اللي بصراحة متوسمين فيكو خير متوسمين فيكو خير ودي رسالتي الاعضاء الجماعية العمومية ان انتوا تاخدوا القرار الصح وان ان انتم ما تختروش اسم واحد الا لما تكونوا متأكدين ان راجل او ست او شخص هيفيدوا نادي الزمالك ما تنتخبوش اي مجموعة ممكن تكون ان هي غير متنغمة وان هي اعدتهم مع بعض على ترابيزة واحدة وطولة مجلس الادارة تتعطل ويتعطلوا في قراراتهم اللي لازم تكون قرارات سريعة بسبب خلافتهم اعتقد ان رسالتي رسالتي واضحة ولازم تعرفوا ان رسالتي دي مش جاية من اي حاجة الا من نبع او مش عارف تتقال ازاي الا من جوايا الحب للزمالك وازاي ان انا نفسي ان انا اشوف الناس الصحة اللي تستحق ان هي قود نادي الزمالك في مرحلة صعبة لاربع سنوات قادمة النهاردة ضيفي راجل الحقيقة كاي زمالكاوي لما تشوفه ولما تسمع عنه وتسمع عن تاريخه تبقى بتفخر ان هو زمالكاوي لان عنده ميكس لذيذ جدا ما بين ان هو مشجع درجة تالتة وفي نفس الوقت راجل دارس كويس قوي وفي نفس الوقت عنده خبرات ادارية كبيرة من خلال ان هو ما شاء الله عليه قدر ان هو يتدرج في العمل المؤسسي الى ان اصبح الشيرمن بتاع واحدة من اكبر الاجينتز او الشركات في عالم التسويق والدعاية والعالم الصعب جدا ان حد فيه يوصل للقمة بسهولة لان انتم عارفين ان العالم ده في تنفسية كبيرة كبيرة جدا لكن في نفس الوقت الميكس اللذيذي اللي بقول لكم عليه انه عنده خبرة في الادارة الرياضية والكوكتيل ده صعب ان انت تلاقيه في شخص واحد مش عايز اقول اكتر من كده لان مش عايز يتقال على ان انا متحيز لكن انا فعلا بتكلم من جواي ان انا نفسي ان الناس المناسبة تبقى موجودة في المكان الصح النادي الزمالك يستحق ضيفي العزيز والاستاذ العزيز والاستاذ هاني شكري هاني مساء خير مساء خير خير يا ميدو تانكي في الانتردوكشن تانكي لا يعني ده اللي انت تستحقه ربنا يخليك لده كتير علي ايه اللي من اللي انا قلته يعني انا نسيته يعني انت شايف ان في حاجات تانية لازم الناس تعرفها عنك ده زي ما انت قلت انا مشجع فعلا درجة ثالثة بعشق الزمالك من وانا صغار جدا والزمالك بالنسبة لي او بيمثلي الساعة ده اللي في حياتي يعني لغاية دلوقتي لما بداي اميدو احب اتمشى حولي النادي الزمالك ابقى مخنوق كده اروح نازل اتمشى حولي النادي الزمالك كده يكون بالليل متأخر وعد اتمشى كده وافتكر ايام اما كان والدي بياخدني ويفرجني النادي ويدخلني جوه واتفرج على المبنى القديم واشوف رموز صالت كابتن حنفي بسطن اه واشوف انا كنت شوفت كابتن حنفي وبيلعب طاولة وورا في وانا الحقيقة وانا الحقيقة كابتن حارف مبهور واتمشى كده ولاقي نجومنا الكبار الحقيقة وكنت بروح اتفرج على تمرينات الزمالك وكنت ببقى في غاية الساعات يعني مين الجيل مين الجيل ان هو اول جيل انت قادر اقول ان هاني شكري يعني اتربى على حب الزمالك عليه او حببه في الزمالك لا انا عصرت يعني من اجيل من كابتن حسن شحاتة وفاروق عفر طبعا واجيل تحب أصري وعلي خليل انا شوفت المتشد يعني وبعدين الحقيقة الجيل اللي كنت بروح للتمرينات هو جيل كابتن حمد عبداللطيف اه انا كنت بحيد نص التمرينات كنت بروح اتفرج ويعني كان عندي مبهور بكابتن حمد وفاكر انا في المتشاط اللي كنت بروح يقعد ياخد اللعيب على الخط كده ويقعد يرأس فيهم وانا ببقى في غاية السعادة الحقيقة يعني كابتن حمد عبداللطيف يمثل ازا مالك اللي أنا بحبه الحرفانة واللعب الحلو ويعني ليميكس كده غريب كابتن حمد الحقيقة هو ما خدش حقه قوي انما هو راجل مهريا من احسن اللعبة اللي ما شفتها في حياتي طيب انا عايز اخب من كلامك لان الحقيقة يعني ايه اهم يمديني اسئلة كتير جدا لكن انا مش محتاج ورقة وانا بتكلم معاك هاي ها اكمال حتة بتاعة كابتن حماد عبر لطيف وانت اقول كابتا يعني دايماً كده يقول لك إيه دفلان الفلاني مثلاً ده لو كان لعب للأهلي كان عملونه تمثال بسمع الجملة دي يعني كتير كتير يعني هل دي حقيقة؟ هل في السوق؟ آه دي حقيقة ليه؟ بص لو تلاحظ فاكر أعلانات زمان كان فيه الميكس أو كابتن طهر بوزير كابتن حسن شحاتر فاروق عفر صح رقمdamn فاش حاجات دي و 스트�ح إنما‬ جات فترة الحقيقة سيطرت أحد الوكالات الحكومية على المجال وكان بيفضلوا لعيبة الأهلي عن لعيبة الزمالك بحكم أنه أنت عاشت ده؟ أه أنا عاشت ده عاشته في السوق؟ أه يعني كنت صغير خالص وكنت لسه بادي إنما أنا شفت ده ده من أول 97؟ 98؟ لا من قبل كده كمان من قبل كده من أول التسعينات والحقيقة ده استمر لغاية دلوقتي بس لأسباب أخر يعني الآخر عشر سنين الأسباب كانت مختلفة شوية إنه ما كانش فيه بجد رعاية عايزين يروحون ده حقيق ما فيش رعاية عايزين رغم الجماهرية الكبيرة والشعبية الكبيرة الرعاية متخوفين الشعبية أحد العوامل اللي أنت بتجيب لك معلن ولكن مش هي العامل الوحيد لأنه الزمالك كمان كان في آخر عشر سنين مرتبط بلهجة أو بتون مش ملائم لنادي رياضي كبير بحجمه وكان بيحصل تجاوزات وسباب وانت عارف الكلام ده فمفيش معلن أبدا بيخاف على البراند بتاعه يرضى إن هو يتعقد مع نادي ممكن إدارته يعني حوالين هالقصة دي فكنا بنتكلم مع معلنين كتير الحقيقة ما كانش بيرضو أنت كأجنسي أو كشركة أنا كنت بتكلم بمعلاقات يعني حبا في الزمالك أن أنت نفسك نفسي يبقى فيه كانوا يقول لك لا مش هنقدر أقول لك على حاجة وحدك كنت بتانترفيوه هاني بيرزي هاني بيرزي يعني عنده شركة كبيرة جدا في أحد من أكبر شركات اللي في مصر وعالم العربي في مجال المواد الغذائية وهو أما دخل اللجنة المرة اللي فاتت حط منتجاته على تشيرت نادي الزمالك وكان مبسوط جدا أما رجع مشي من اللجنة ورجع بقى وابتدأ يحصل تطاول ما قدرش يعمل اللي يكمل صحب اللي طبعا زائل كمان أن الإساءة ليه هو شخصيا طبعا إن حاجة تمسى عائلة الحقيقة يعني إحنا محتاجين كادر زي هاني برزي في نادي الزمالك يعني أنا الرأيي الشخصي هو من أحسن الكوادر اللي موجودة لنعرضه على الساحة الرياضية في مصر وكلها يعني فين عندنا نموذج زي ده مش موجود فلما يجي ويخش العمل العام ويبقى حابب نادي الزمالك ويدعم وأنا الحقيقة هو ما بيحبش يعني يقول كلام ده هيزعل مني لما هاني برزي دفع عبلها كبيرة جدا فأثناء وجوده في اللجنة ولم يعلن عنها كبيرة جدا جدا يعني بس ما رضيش يعلن عنها فأما واحد زي ده ييجي ويعمل كده وبعدين يقابل ده بهذا الشكل والإساءة طبعا ده بيخلي ناس كتيرة تمشي يعني أو تجري من المجال أنا في رأيي يعني يعني ميدون اللي أنت كنت بتقوله انتخابات دي تاريخية انتخابات دي فايصالية مش بس في نادي زمالك انتخابات دي فايصالية في الرياضة المصرية كلها هتقاطي لأنه الكوادر اللي موجودة النهاردة في الانتخابات دي ويعني اسمحي لننتكلم عن القائمة لأنا بنتمي إليها القائمة موحدة الكوادر دي ما جاش التجميع دي قبل كده في 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 مجالات الحقيقة كتير يعني في مجال الرياضة لأنهم موجودين في مجالات كتيرة أستاذ هاني بيرزي لفخر أنه يبقى موجود معنا في القائمة الأستاذ عمري أدهم حاجة ما حصلتش يعني راجل في القطاع المصرفي من الطاب يعني طاب مانجمنت في القطاع المصرفي على مستوى مصر واشتغل برا مصر وفي أوروبا وكده واحد زي الحقيقة شام نصر شام نصر كادر رياضي في تقديري هو واحد من أفضل 3 أو 4 الكوادر الرياضية اللي موجودة في المجال ده في مصر ونتائجه في أما كان في اتحاد اليد وكده بتقول كده والحقيقة ناس كتيرة يعني أنا ما كنتش أعرف مثلا من كابتن حسين السيد قبل كده أو مرت قبله في الانتخابات يعني قبل الانتخابات قبله في التحضير في التحضير بتاعت الانتخابات قبل الانتخابات بشوية وإحنا بنتكلم وقبلته في اللجنة عما كان في اللجنة إنما ما تعرفتش عليه بشكل شخصي غير في الشهرين الثلاثة اللي فعلوا كادر محترم جدا جدا وفخر ورجل منظم جدا جدا كل حاجة بالورقة والقلم والقام والقسابات إداريا الحقيقة لا يختلف عن أي حد بيشتغل في ملتيناشن فأنا فخور جدا إنه نبقى مع كابتن حسين مثلا السيد في القيمة والحقيقة باقي كله يعني دكتور حسام المندوه اللي إن شاء الله في حكم بكرة على التعن اللي تعمل وكده هل في توقع الحكم طبعا نحترم كل أحكام القضاء نحترم أحكام القضاء أنا الحقيقة ما كانش نفسي يبقى فيه طوون وبرضو نخش في المشاكل دي تاني في نادي الزمالك بعدين هو ما اقترفش أي حاجة مخلفة مثلا يعني من الحاجات وأنا هتكلم من المنتهى الأمان يبقى عندي أمين صندوق زي حسام المندوه دكتور حسام المندوه رجل أستاذ جامعي ورجل فاضل حقيقة وبيخرج من الانتخابات أو بيتم التعن عليه سبب أنه هو عضو مجلس نواب وعندي أمين صندوق تاني دخل النادي في إفلاس وموجود في الانتخابات يعني مش فيش لوجك بس برضو أنا مش بكلم على القانون طب أقول لك حاجة يعني لازم أبقى زي ما بيقولوا أو المحامي الشيطان يعني أنا لو مكان خالد لطيف هقول لك أنت عارف كويس قوي أن أنا ما كانش في إدايا حاجة وأن أنا ما كنتش أقدر أن أنا أقرأ أي شيء أو أرجع أي شيء أنا تعرضت نفس الموقف في مجلس 2014 وبعد أربع جلسات ثلاث شهور شفت طريقة اتخاذ القرار لا تنسبني وشفت أنها فردية المجلس فردي ومحدش بيتكلم وبيتناقش وبيعرض فرحلت فرحلت يعني أشاهد أن المجلس كان لازم أنه يمشي يحترم نفسه يمشي لو هو مش قابل ده لو هو بقى قابل ده يتحمل الفكرة فين يا إما أنت بتاخد موقف في حياتك يا إما تتحمل تبعات بقى أنك أنت تفضل عامل كده فما حدش يجي قولي دلوقتي يبرر أنا آسف جدا أنا ميته يعني أنك أنت تيجي تقولي دلوقتي تبرر موقفه أن هو قعد سنة ونص ما شايف ده اللي بيحصل ده والنادي وصل لكده وما خدش قرار وما رديش يقول أنه ده غلط ولا يعارض ده بالعكس بص على كول خلال سنة ونص ومدخلاته ووجوده كإعلامي في القناة الزمالك وبيبرر المواقف ودايما بيمدح في السياسات المجلس وسياسات رئيس المجلس اللي هي ودتنا في ده هو إحنا ليه بننكر أنه في حقيقة وقع فاكت النهاردة موجودة أنه النادي بيقترب من الإفلاس إحنا بننكر كده ليه موضوع موجود في المزانية وإنت دورك كأمين صندوق أنك أنت الحقيقة تراخب العملية المالية بتاعت النادي وما يوصلش أبدا للدرجة كان ممكن ترفض حاجات كتيرة أنت قاريت التقارير اللي عن المزانية يعني ما سمعته من أسوأ التقارير اللي قاريتها في حياتي أنا سمعت أنه كواليفيكيشنز يعني مثلا قد كده أن في يعني يعني كلام ألف في أهم مهم أنه رأي المرائب الحسابات نفسه هو أنه ما لقاش ورق لا الرأي عكسي رأي عكسي يعني يعني هو بيرفض الميزانية ومش عارف يعني يطلع ميزانية مظبوطة وأنه شايف أنه في حاجات كتيرة مش مظبوطة في النادي وفي السيستم بتاع النادي المالي وفي حاجات لمح إليها بأنه اختلاصات وحاجات بهذا الشكل كتب في التقرير هاي الميزانية دي هتتم منقشتها في جمال ومية قادمة هيتم التصويت عليها هيتم قصدي أسف التصويت عليها يعني ده جزء من اليوم من الفوت انت بتعمل تدي صوتك وبتدي تعرض على السادة الأعضاء مفروض تتعرض مفروض تتعرض لا هي في البروتوكول يعني في اليوم مفروض تتعرض ازاي على بورد بتتعرض جنبك شوف الناخبين وبتتعرض والناس تشوف ودي نقطة تانية أنا لاحظت أنه أعضاء الجمعية عمية الحقيقة مش بيهتموا بقصة دي ده ميزانية أي شركة هي ايه بتعكس النجاح أو فشل الشركة مؤسسة زي بحجم الزمالك الميزانية بتعكس الإنجازات بتاعتها أو الفشل اللي احنا فيه لأسف دي أسوأ ميزانية في تاريخ نادي الزمالك الميزانية اللي موجودة اللي موجودة دلوقتي أنا أضرب عتالك وتأخذ رأيي فنين فيها وقامات كبيرة أنا اتناقشت معاهم ماذا لو رفضت الجامعية العمومية الميزانية إيه اللي يحصل أنا عايزها في القانون المحسابات لو ترفضت لو تقابلت لا لو تم تصويت عليها لازم يرأي بكل الميزانية حتى لو تم إنما بتروح المعلومات اللي عندي بتروح جاز مركز المحسابات والبزارة وبيتم بعد كده تحولها للنيابة أنا الحقيقة كمان اللي باخده يعني فين دور والرقابة اللي موجودة على الأندية إزاي تسيب نادي مجموعة من يعني مش عارف أقول إيه توصل النادي بحجم الزمالك لهذه الدرجة مش ممكن بلاش كلام أنا جيب من فضلك استضيف محاسبين كبار ومرائبين حسابات كبار أنا الحقيقة أخدتها لناس يعني في المجال ده من أكبر الناس اللي موجودة في مصر أكاونتنس يعني أتشارت أكاونتنس وأعدت نقشت معهم فيهم كرسة كرسة بجميع المقيس فإزاي أسيب نادي ومؤسسة بحجم الزمالك تدار بهذا الشكل العشوائي فتوصلوا للنتيجة دي تعرف أمياني أنا أسف مش هزارت كلامك الموضوع ده مش في نادي الزمالك بس على فكرة أكراح أنا دربت لإسماعيلي السنة اللي فاتت وشفت معاناة لم أرى مثلها في حياتي يعني شفت لعيبة لا بجاء شفت كوارث أنا شفت ورق قدامي يعني لا يمكن تقول أبدا أن ده نادي حكومي ولا يمكن تقول أبدا إزاي يعني إزاي أن ما فيش رقابة على الأندية دي وهي بتقع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة إزاي أن الكلام ده بيعدي تعرف أمياني في السعودية دلوقتي بيعمله بيعمله إيه أنا أقول لك يعني عاملين نظام نظام الحوكمة أن كل نادي في لجنة بتشرف عليه من قبل يعني وزارة أو كبل الهيئة يعني هيئة وزارة هيئة الرياضة يعني بتشرف عليه وبتراجع عليه كوارتر دي يعني كل تلت شهور بتراجع عليه لو النادي عليه ريال لأي موظف لأي موظف يتم عزل مجلس الإدارة وإقاف الدعم يعني أنت يجي بعد أول ثاني شهور في السيزون تعال عليك ريال لأي حد أضايا دولية فيفا ما دفعتش مرتب بتاع الأمن آن كام شكرا بره ده اللي بيسمى كل الشركات الكبيرة في اللي هي بتحكم العملية دي كلها وبتضمن شفافية وبتضمن اللي هكت بتتكلم فيه أما تيجي تلاقي على الزمالك أضايا دولية بـ 18 مليون دولار من السبب فيها وإيه اللي دخلنا إزاي أجي أروح مدرب يخسر ماتش أروح طالع في التليفزين قناة وشتمه وروح ممشي ده ليه تبعات التبعات دي هي إيه هي أنه بيرفق قضية علينا بياخد حكم بين غرامة و ناديت يتفعل غرامة دي فتركمت بقى كل كلعيبة وبتاع لغاية النهاردة بقى عندنا 18 مليون دولار القضية خالد أبو طيب مثلا دي كرسة كرسة الراجل طالب مننا 190 ألف دولار رحنا نحن فابريكين ورق وبعتينه للمحكمة الرياضية وبصوا على الورق بتاعنا بس أنا أنا عايز أقول لك على حاجة يعني أنا أنا أتمنى أن نحن ما نقولش الكلام ده في الميديا وفي التلفزيون لأن القضية ما زال قائمة لا يا فنم الحكم نهائي لا الوان بوينت ناين اللي وصلنا لها دلوقتي ده حكم نهائي أملنا في إيه في نحن نوصل مع اللعيب على التقسيط أو التفاوض على إنما تدفعش مرة واحدة إنما ده حكم نهائي مين اللي وصلنا لكتب مين يدفع تمن ده يعني إزاي أنا آجي في عمل تطوير وعمل عام وتسبب في كوارش زي كده بدون محاسبة طب ممكن أخذك لحتة تانية هي نفس لحتة أنتو النهاردة أنا مش عايز أتكلم على حاجة نيجاتيب ومش عايز أتكلم على زمالك أن أنا بتدايق لما تكلم على زمالك كده أنا عايز أخذك لحتة تانية اللي هي إيه أنتو أكيد يعني عارفين إذا كتب لكم النجاح يوم الجمعة وتنالوا شرف التواجد في مجلس إدارة نادي الزمالك لذا شرف كبير جدا لأي حد أنتو داخلين على إيه إيه الخطة بتاعتكو في إنقاذ الزمالك خاصة فيما يخص القضايا القضايا للدولية أو البانز اللي علينا أو العقوبات اللي موجودة على نادي الزمالك إيه الخطة هل في خطة حالك أستاذ عمري أدهم وتكلم معك في عكاية القضايا الدولية والحقيقة عمل حلقة رائحة إحنا ما عندناش الآخر الحاجات اللي موجودة أو آخر النتائج اللي وصلنا لها في موضوع القضايا الدولية مش عندنا عمري الحقيقة متابع أكتر وكان بيكلمنا على بلان يعني قطة إزاي لازم بيبقى محتاجين ده ندفعه دلوقتي زي مثلا موضوع شيكابالا اللي هو بيحذر منه بقاله فترة بتاع سبورتينج لشبونا عمري بقاله من أيام اللجنة بيحذر من موضوع سبورتينج لشبونا قريب جدا من البورد من البورد ومن سبورتينج بول حاول معاه كل المحاولات يعني حاول معاه كل المحاولات يعني هو الرجل كان داخل الموضوع ده شغلان وانا بلغت المسؤولين بكده ومش داخل بحب مفيق الرجل رفض رفض تام ليه قاله انسى ليه انتعرف الموضوع ده ابتدى بغرامة 510 الف على الزمالك وقعدنا عشان ما دفعناش الفلوس واخدنا العنجاهية والقصة اللي حصلت دي وصلت ليه مليون وستمية من 510 في ذاك الحين كانت الدولار ب8 جنيه 4 مليون جنيه النهاردة بندفع 60 مليون جنيه مين اللي يتحمل ده مين اللي يتحمل ده هل انت تنفع ان انا خش بق يعني لو ربنا كتاب لي النجاح في المجلس اقعد بجهل او باهمال ان انا اعمل كده في النادي واطلع وخسر نادي عشرات الملايين اللي انا في رأي انه فيه خسارة النادي في مدار العشر سين اللي فاتوا دول مليارات طيب مين اللي يدفع الكلام ده مين اللي يتحمل ازاي يعمل كده وفين الرقابة وفين الرزارة انا اهسف ان انا اقول الكلام ده ده بيترو مندس اه 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 رفض لا ده بيترو مندس الايجن الايجن اوك اوك لو احب يبص على القصة دي بحسرة احنا ضيعنا يعني موارد كتير قوي من فلوس نين الزامالك وما يعني ادارنا النادي بشكل عشوائي وفي كثير من الجهل وكثير كمان من التعمد لانه وصله بتهجه الشكل بس انا اقول لك ليس دفعنا عن احد ولكن الناس اللي كانت موجودة وشغالة انا بقولك انه هم يعني في نظرهم هي دي طريقة الادارة الصحة بقولك فيه كبير يعني انا اسف ان اقول كده انما اما بص على ميزانية النادي وده مش كلامنا فيه عشوائية شديدة جدا في الادارة طب ايه الهاني شكري ناوي انه يعمله علشان يعيد تنظيم او يعيد ترتيب البيت من جول ليه احنا عملين بنتكلم من اول الانتخابات على القيمة الموحدة والحقيقة ناس كتيرة بتهجمنا على قصة دي واحنا عملنا حاجة انتخابيا مش يعني مش احسن حاجة افاضل الموجودين حقيقة من كلهم يعني حتى الناس اللي تحت السن كوادر انت تفرح بهم نميتو يعني اسوأ رامي ولا رنايرا ولا احمد خالد يعني رامي واحمد خالد ده في مجال التسويق شغالين كواس جدا قوي ورامي انتربرنير محترم جدا نايرا مش عايزة اقولك الحماس اللي هي عايزة تعمله واللي بتشتغل على حاجات من دلوقتي انا مش مصدق انه عندنا كوادر بهذا الشكل وميكن نستغل في محمد طارق برضو وفوق السن بحاجة بسيطة بس شابه ممتاز كابتن حسين اتكلمنا عليه كابتن عمر أدهم ومهونس هاني بيرزي كابتن احمد سليمان بالحقيقة والتجرد اللي كان فيه ان هو ينزل منصب عضو غير بقى طبعا الافاضل شايفهم المكتب خاصة كابتن عشان نصر كادر يعني ما عرفش انت قابلته وتعاملته ما عرفش بشكل شخصي كادر ما حصلش يعني من اعلى كواد الرياضية وانا بتشتغل في العامة العام من سنة 2005 وكنت عضو مجلس قومة الرياضة وقابلت طبعا العظماء دكتور صبح حسنين والناس الكبيرة اللي في مجال الرياضة في مصر طبعا يعني كان استاذي الدكتور كامال درويش وهو دخاني العامة العامة فانك تشوف الحقيقة كادر بهذا الشكل تفرح طبعا طبعا دم الزمالك كامال بس يعني بالحديث عن كابتن هشام ناصر فيه ناس كتير في النادي بتقول انا عايزك يعني اعرف مدى تخوفك او هل انت عندك تخوف من الاساس ولا لا فيه ناس كتير بتقول ان المهندساني العتال يعني يقدر انه هو يحسن الخدمة الاجتماعية او المكتب الخدمة الاجتماعية للأعضاء بشكل افضل من كابتن هشام بس طبعا الاستاذ هاني شخص محترم الحقيقة وهو صديق وانا بعتز بصدقته وانا اعتقد انه هو كان لازم يختار انه ينزل بغض نزع المناصب يختار ينزل في القايمة وخلاص بس هو بيقوم لذا معلومات اللي عندي انه هو يعني كان عايز ينزل في القايمة ولا العكس انا عايز ينزل نائب نائب اه لا انا عندي هشام نصر وانزل اي حد تاني وصاده ده مش فار هو انا بعمل ايه في الاخر القصة احنا فكرنا فيها انتخابات احنا فكرنا فيها ايه الكواد اللي تخدم ندي الزمال والحقيقة دي حاجة احترم فيها كابتن حسين جدا انه هو فيه ناس ملهمش قاعدة انتخابية انما شايف انه مثلا حد عنده مشكلة مصيبة في القضايا الدولية وفي الشراكات وفي الحاجات الاشتراكات معندية والتعامل مع الهيئات الرياضية الكبرى واحد زي عمر ادم فيش حد يعمل احسن يعني احسن من عمر ادم في القصة دي يتعامل وعندي مصيبة 18 مليون دوار غرامات طب يبقى الصحة ليه عمر قد انا اشتغلت مع كابتن حسين السيد هو قال لي اشتغلت مع كابتن حسين السيد وعادنا ست الشور دول وعملنا مسكنا الفريق و يعني احتضنا فريق كورت القدم وعملنا نتائج ممتازة وكان ده بتواصل معاك وهم بصراحة عملوا شغل لهايل في الوقت اللي كانوا مغورين فيه ونظموا الدنيا بشكل كويس بالزبط ودفعوا فلوس الناس دخلوا كان فيه 18-19 فلمية مدفعين من العودة اللعيبة وهم ماشيين كان 80% مدفوعة فكادر زي كده وجربته ازاي ما اخدوش معايا تاني فالفكرة ما كانتش اللي كسبنا في الانتخابات فلو رجعنا القصة الأستاذ هاني انت فرأيك انه غلط انه مدخلش في القائمة في منصب اخر من منصب النائب تأدير بس انا مقدرش اطلب من الناس التضحية انا اضحي لصالح نادي الزمالي بس مقدرش اطلب لحد تاني هو يكون من وجهة نظر هو يقول لأ انا جامد وجامد على الارض في الجامعية العمومية اخش في منصب النائب واكسب ما هو احمد سليمان جامد وهاني برزي مقدرش انزل رئيس نادي هاني برزي يقدر يشتري نادي بالراحة القصة مش كده قصة انت بتحب نادي الزمالك وعايز تعمل حاجة لنا الزمالك ومفيش مشكلة واحد زي مهندس هاني برزي قال لنا يا جماعة ولا تفرق معي خالص مناصب انا بقى مبسوط ان انا باخد نادي الزمالك نفسي قصة عمر ادع فاجي في منصب وعندي كدر زي عشان نصر وقول له معلش انت تراجع عشان في حد قدراته الانتخابية اعلى منك مسلا انت متوقع الخناءة دي تروح متوقع القايمة كلها تكسب اتنشر مقعد ان شاء الله القايمة لجد دي توقع ولا امنية لا لا تتوقع اه في طبعا مناصب عليها اخناءات كبيرة انما زي ايه زي نايب الرئيس انما الحقيقة ان جنرل انا شايف وعي كبير جدا من الجامعة العموية فاهمين مين هشان نصر فاهمين هيقدر يعمل ايه لو انت بكلمني على الحتة الاجتماعية هشان نصر قاعد يشتغل تلت شهور في قصة ستة اكتوبر مش بس ستة اكتوبر حتى النادي اللي عندنا النهاردة النادي الاجتماعي مش شايف انه محتاج تطوير كبير لا محتاج طبعا جدا هشان نصر بيعمل ماستر بلان جديدة لنادي نادي متعقبة وستة اكتوبر فا حرام عليكم انا بقيه بطوه في النادي انا بقيت اكش انا بقيت ازحلق انا بقيت ازحلق والله يا عابد انا بقيت ازحلق مش عارف هروح فين يعني انا اول لما صدقت عرفت الطريق انا بقيت امسك في الترابزين وانا ماشي عشان يعني اللي هو وانت ماشي في الكوريدور اللي في النص ده بتتزحلق يعني بقيت اجيب بسبورت شوز يعني اما بمسك في حد عشان ما تزحلقش ده كلام برضو مين المهندس اللي عمل الكلام ده انا حكيت القصة دي قبل كده يعني ناس هتزهق مني في الموضوع ده انا اول ما تعينت في 2014 رحت النموذج انا بحترمه جدا الله ارحمه المهندس حسين صبور طبع وقعدت معي وكنت مبهور بنموذج نادي الصيد وقعدت معي وداني الحقيقة نصائح كتيرة جدا كان معي زميلي في ذاك الحين السيد مصطفى صيف العماري وقعدنا سمعنا اداني من وقته تلات ساعات ساحتين ونص تلات ساعات بيشرح لنا ايه اللي مفروض يتنعمل وروحنا قعدنا اشتغلنا على القصة دي وبعدين دخلت النادي مرة لقيت كوم رمل ورئيس النادي موجود وهو قرر يعمل تصميم جديد للنادي ايه ده يا جمالة فين البلانات وفين المهندسيين وفين الكلام ده فين الشركات الهندسية بتشرف على الكلام ده يعني فعلا وجه جزء من الخطة بتاعت المجلس الجديد او من القائمة المعحدة حل مجاحها ان غيروا حاجات كتير جوة للنادي بتاعمل يتعقبا النادي تعمل طبعا طبعا انت عندك مشكلة كبيرة جدا عدد العداء اللي موجودة النهاردة حوالي 100 ألف عضو 100 و 2 بالزبط 100 و 2 ألف عضوية متوسط العضوية فيها أربعة زوج وزوجة وطفلين تتكلم على 400 ألف عضو هل النادي يساعة الكلام ده ولا يساعة 10% منه مستحيل طبعا بس الناس بتقولك ان الاعقل الأفضل ان انت لو تصرف فلوس تصرفها في 6 أكتوبر ان انت تصرفها في 6 أكتوبر هشام عامل ايه الحقيقة وانتش هشام نصر عامل 18 شهر بلان 18 شهر لـ 6 أكتوبر فيز وان اللي هي المرحلة الأولى تضام الملاعب المفتوحة كلها بكلب هاوس بعمام سباح في نفس الوقت طبعا تشهر شهر ده تقول لأيه عامل البلان دي وعلى فكرة مع المهندسين من أعلى الأسامي يعني ممكن أقول لها هذه الأسامي بتاعته بس وعنده مكتب الفلوس عتيجي من يعني عتيجي من فيه فيه نقشات كبيرة جدا الحقيقة وقاربنا على الانتهاء منها يعني طبعا ما قدرش حال ما عندناش عندناش القثارة ان احنا او السلطة ان احنا بتخططوا حال النجاح بتخططوا انما ونحن نتكلم عن ناس بس فيه حاجة ممكن تحصل طبعا طبعا وعلى فكرة أكبر ارادات تيجي لنادي زمالك في المرحلة اللي هو فيها دي هتيجي من 6 أكتوبر والحقيقة فيه كذا مش بيقوتي بس الابشن الوحيد انما فيه كذا اتعرض عليه نموذك ودي دجلة نموذك محترم جدا صح ولا لا طبعا ماجد يعني بصراحة طبعا يعني بدأ من من سكراتش والصبت ما كانش عنده براند بتاع الزمالك ماشاء لا ما كانش عنده بس وعمل حاجة عمل عمل براند وكبر عمل حاجة الحقيقة عظيمة جدا يعني طبعا انا النهاردة ما قدرش عمل ده ليه عندي الكوادر وعندي الناس وعندي الناس بتفهم فاينانس وعندي الناس بتفهم وعندي التاريخ والفينبيز وعندي كل حاجة يعني الفكرة انك انت جاي بالعناصر اللي تنجحك فيما بعد الانتخابات يعني الحقيقة حسين بيفكر ما بعد الانتخابات انا النهاردة لو نجحت ب يعني بناس انا مش متفق معاهم طيب بعد ستة شور يحصل ايه الناس هتشتمنى صحة ولا أنا غلطان طب وليه ما تقولش ان الناس اللي التانية اللي ممكن تنجح من بره القايمة انهم ما يكون عندهم يعني الاستعداد الكامل انه هما يتعاون هل هما عندهم الخبرات دي انا ما Ideeش مشكلة يعني لو في حد يا جماعة اعلى من عمرة ادهم في الحتة دي يقول لنا يعني لو في حد اعلى من هني بيرزي في الحتة دي يقول لنا بس انا ما Haraniش مشكلة اعلى من هشام ناصر في الحتة دي يقول لنا فأنا مش بتكلم كمان على اما انت الصندوق الحقيقة عامل دكتور حسام عامل سيستم بالمناخشة معنا ومناخشة مع مانساني والسيستم يعني مبهر الناس اللي هيجيبهم بعد كده والسيستم محسابي اللي هيمشي في النادي وازاي نقدر نقضي على الفساد وكنترول النادي من كل الدبارتمنت اللي فيه كل الكلام ده ممول طب أنا يعني عايز إجابتك بعد الفاصل هل عندك انت كهني شكري تخوف في حالة عدم قبول الاستشكال الدكتور حسام المندوة جدا ان ده يكون او يسبب مشكلة كبيرة للقايمة في يوم الانتخابات هعرف الاجابة منك بعد الفاصل بعد إذنك نطلع فاصل ونكمل حلقاتنا المهمة جدا مع المرشح لعضوية مجلس إدارة نادزة مالك الانتخابات يوم الجمع القادم الأستاذ عاني شكري أهلا بحضرككم مرة تانية في الرومونتادة ولسه الكلام مع هاني شكري يعني مش عايزينه نخلص لأنه كلام أكيد يهم كل كل الزمال كوية لأن كل الزمال كوية عايزين يعرفوا إيه المستقبل وإيه هاتش فيه إن هقدر يعرف المستقبل لكن إيه اللي ممكن يعني يكون بيتحضر لنادي الزمالك سوزهاني فيه تخوف كبير جدا من الجمهور بكل صراحة إن في ظل الأزمة المالية اللي بيمر بيها نادي الزمالك إن الفريق فريق كورة القدم بالذات إن يفقد لعيبة وما يقدرش يجدد لهم بسبب يعني التنافس الكبير والقال الشرائية الكبيرة اللي موجودة في البركت دلوقتي وفي السوق والمتنافسين بكل صراحة الأهلي والبيرامدز عندهم يعني ميزانية كبيرة جدا ومعندهمش نفس المشاكل المالية اللي موجودة عند الزمالك وعندهم أكيد استقرار إداري الأفكار بتاعتك اللي انت شايف اللي ممكن تتعامل اللي تضمن لنات الزمالك إن هو يحفظ على أفضل لعبية بس ملف الكورة الحقيقة مش أنا المسؤول عنه إنما أنا أحد الأفراد اللي هتكون موجودين فيه يعني فيه الحقيقة هيبقى فيه كابتن أحمد سليمان وكابتن حسين السيد مسؤولين عن فريق كورة وفيه شركة كورة اللي احنا هتوقع من أول قرارات المجلس لو ربنا أراد وتم انتخابنا هو إنشاء شركة كورة ودي نقطة الحقيقة يعني إحنا بنبص على الحاجات اللي نقدر نسبق بيها من الحاجات دي شركة كورة بس الشركة كورة دي يعني مش تاخد وقت ولا ممكن تعمل على طول ده تتعمل على طول تعمل على طول تاخد وقت إنك انت بعد كده تأي بي أوت يعني تتلقها في البورصة وكده إنما إنها تتعمل تقدر تعملها على طول وتقدر تعمل لها هيكل تنظيمي محترم زي الأندية الأوروبية تكنيكال ديركتور مع برو لايسنس هيد оф سكاوت ناس بتاعت كذا هو ده بالضبط يعني ما كنت بها الحقيقة المسؤول عن قصة شركة كورة دي المهنساني برسي ما بعد تسمعوا على طموحاته في شركة كورة سبورت ديركتور اللي عايز يجيبهم من برة بتكلم على ناس كانت موجودة في أندية إحنا بنتفرج عليها ومش بنحلم حتى إن إحنا نبقى قريبين منهم إنما هيو ده اللي إحنا بنفكر فيه هتاخد وقت آه هتاخد وقت لو بتكلمني على العقود اللعيبة اللي موجودين دلوقتي الحقيقة لا فيه بلان من كابتن حسين هنعمل إيه عندنا في يناير عندنا فيه آه ستة أو سبع لعيبة بيتم التجديد ليهم من ضمنهم كابتن فتوح اللي كنت بكلمني عليه آه وأنا في تقدير أنا كمشجع كورة نادي زمالك ما قدرش استعانى عن فتوح وآه وعنصر كبير جدا مهم جدا في الفريق قوام الفريق ما تقدرش تغيره وده اللي أنا كنت بأماله لما كسبنا اتنين دوري وارا بعض إنك أنت ما تلعبش فيه قوام الفريق تدعمه آه إنما فريق كاسبان عملت فورملا وكاسبانة اتنين دوري وكاس بتغيرها ليه بس فيه لعيبة يعني مثلا يعني لعيب زي في الجاني ساسي ناردر وهو ساسي اللي حجيره ثلاثة مليون دوار بابن شارقي هتقدر زي ناردز عليه دون اللي كان ممكن ده اللي كان ممكن تريبليز دون بلعيبة تانية آه في نفس المستوى بس تحافظ على طريق حامد ومصطفى فاتحيون لعيبة تانية طبعا أفرت في مصطفى فاتحي أفرت في إمام عشور الزعي أفرت في يعني فيه لعيبة كتيرة جدا مشت من الزمالك الحقيقة محتاجة وقت على فكرة عندنا لعيبة كويسة جدا بس محتاجة وقت تتجانس وتتشتغل مع بعض وبفكر باستقرار وياخدوا التزامات المادية بتاعتهم فيركزوا فيتدوا يعملواك نتائك فيه تدعيم آه فيه مراكز محتاجة تدعيم زي ما كلنا عارفين كمشاجعين كورة وفيه بلان لكتب الحقيقة آه نقدر نجيب منين الفلوس دي فيه عندنا كذا سورسوف إنكم بنفكر فيه من حاجات مصادر دخل مختلف مصادر دخل مختلف أنا أسف آه يعني الحقيقة فيه حاجات بنفكر فيها اللي هي بنسميه مدى قصير ومدى متوسط ومدى طويل ففيه حاجات في المدى قصير تخلينا آه نقدر ن يعني جزء كبير من اللي احنا عايزينه ده يتم توفيره عن طريق البلان دي يعني مش عايز أقول حاجات معينة دلوقتي علشان مش مفروض أقولها غير ده ما تتم ده برضو من دمن الحاجات في القايمة متفقين عليها احنا ما نعودش نتكلم كتير خلينا ننجز وبعدين الناس هتعرف ممكن اقول لك يعني انا انا شايف وده اللي عملوا الحقيقة في اللجنة اللي فاتت القام اللجنة اللي كانت موجودة في سات الشور كانوا يعملوا كتير يعني اللعيبة كتير جدا تجدد لها الوينش وزيزو وإمام عشور تجدد لهم تم التوصيخ العادي ده موضوع تعد أوباما أوباما شيكا مصبوط شيكا اللعيبة كتير تعرف المجلس اللي جاي ده سوزاني عنده فرصة كبيرة جدا انه يقدر نويا دخل فروس للنادي وقول لك رعاية زي زمان هو عقد وكالة على حسب ما أعلم وده يسمح لمجلس الإدارة الجديدة انه يقدر يتعقد مع أي حد في سوق خليني أشرح لك الخصة دي بشكل هو دخل الأندية أو شركات الكورة تخش ايه من تخش من تلاتة أنواع من الدخل يقوم الماتش الماتش دي اللي هو الجمهور أو التيكت وما يحدث في الماتش دي مظبوط لأنه نحن نفس برضو فاكرة أنه تذكر بس لا في حاجات كتيرة قوي بس نحن محرومين منه الحقيقة لأنه الظروف بتاعتنا بقى عشر سنين تقريبا عباد قليل جدا كل الأندية يعني مظبوط في البروت كاستنغ رايتس اللي هو البس التلفزيوني و المرشندايزنج طيب التلاتة دول هم اللي بيمثلوا الدخل لما تقعد تبص على أكبر عشرين نادي في العالم الدخل اللي تخلوهم السنة اللي فاتت 9.2 بليون دولار يورو التسعة واثنين من عشرة مليار يورو دول من أكبر عشرين دخل هتلاقي إيه هتلاقي أنه حتى التزاكر الماتشات واليوم الماتش ده النسبة جدا عشان حول بس التلفزيوني عالية عالية جدا قبل كده كان تلت 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 النهاردة بقت عشرة في المية وتمانين تسعين في المية البقين دول في الحكتين هل هتطلبوا أن حقوق البس في المشكلة فين أن أنا النهاردة حقوق البس عندي محكومة تقريبا احتكار ما أقدرش أنا روح قدر أعمل حقوق بس مثلا تاخدوا شركة من بره هل الحل في التشفير بص مش هيبقى عندنا صناعة لكورة في مصر ما حدش يقولي النادي المنافس دخله معينه بطولات وبياخد مش عارف إيه برضه فلوس من البطولات دي وكده إنها ما بتصرفش على فريق والدفسة اللي عنده العجز اللي عنده في فريق الكورة هو أكبر من عندنا في أكثر من 300 مليون جنيه فأنت بتتكلم مش هتتحل القصة دي غير بتشفير طبعا أنا يعني شايف نظرة أخرى أو يعني لي وجهة نظر مختلفة عن أنه التشفير والناس مش هتشوف أنت عندك النهاردة الناس اللي بتشوف القوانات الفضائية 97% من الناس والناس بتحب الكورة والناس هتمنع أنها تدفع رقم بسيط في مقابل أنها تشوف كورة حلوة وملاعب حلوة ونقلة تلفزيوني حلوة ولعيبة أجنب عندنا 15 مليون بيت بنسمي هاوسهولد 15 مليون هاوسهولد في مصر لو أنا بدفع الواحد بما يوازي دولار في الشهر خلصت القصة هنا بداية الصناعة بقم 7 مليار جنيه 7 مليار جنيه فأنت بتتكلم على حلها بسيط وفين المشكلة في ده أنت ما بتروح مسرحية شلتفع تامن تذكرة سينما شلتفع تامن تذكرة طيب أنت بتفرج على الفريق اللي أنت بتعشقه وما بتنامش لما بيخسر ولا وبتبقى نفسك يجيب أحسن لعيبة ونفسك يروح أحسن بطولاته ويلعب ويبقى مستوى على إخليميا وعربيا على مستوى عالي ما مشتقدر تامن الكلام ده بنادي عمالي يخسر كل سنة 200-300 مليون جنيه طيب بعدين أنت الفرق إيه النادي المنافس عنده أفرع فبيأخذ اشتراكات فبيتفحها في القصة دي إنما لو هو فصل القصة شركة الكورة الوحدي هيبقى مطالب بإيه إنه شركة الكورة تكسب عشان يقدر يتركها في البورصة ويقدر يجيب إمباسترز ده مش يحصل أنا في رأيي أنا مش عايز أتكلم على النادي المنافس الحقيق بس أنا ليه عادي أحنا نتكلم أنا في رأيي الأهلي خسر ياسين منصور يعني ياسين الحقيقة عقلية اقتصادية فازة وكان ممكن ينقل الأهلي لتاني خالص ده في تقديري وده هو الحقيقة أملنا كبير في موانساني بيرزي بالذات في الملف ده يعني هو الحقيقة فيه حاجات كتير بيسعف طب ممكن أنا لو كانت كنت محمود خطيبة أقول لك أنا ماشي يعني خسرت ياسين منصور في المنظومة بتاعتي لكن أنا برضه بكسب وشغال كويس وبكسب بطولات وبكسب كل البطولات اللي أشاركت فيها ومعظمها السنة اللي فاتت مش ساستينبل يعني ما تقدرش تقول أنه ده مستدام تقدر تقول النهاردة آه بدخل الاشتراكات فبأخذ فروس الاشتراكات أروح حاطتها في كذا ما تبصوا على الميزانية برضه أصدق أن ياسين منصور كان يحط خطة خطة للنادي الأهلي لأنه هو بتركبته بعقليته الاقتصادية كان يقدر يعمل كتا فالنهاردة ده 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 ما حصلش وده من هنا الزمالكة عنده فرصة كبيرة قوية أن يسبق في الحتة دي عشان كده الأمل كبير جدا على المهندس هاني بيرزي في الموضوع ده معاه عمر أدهم ومعاه طبعا تكنيكلي أو فنيا الكابتن حسين السيد وكابتن أحمد سليمان فده أنا فقي الموضل اللي بيفكروا فيه أو اللي بنفكر فيه القايمة بوجود شركة كورة وموجود هيكلة وبوجود الخامات اللي موجودة عندنا دي هتغير الموضل بتاع الشركات الكورة في مصر ما عندكش تخوف أن الناس بتاع الكورة ومتمثلين في كابتن أحمد سليمان وكابتن حسين السيد أن هم يرفضوا فكرة أنه يبقى فيه ناس تانية هيا اللي بتدير وأن هم يبقى عايزين يديروا بنفسهم أصلا هم يديروا الموضوع يعني من ناحية من ناحية استثمارات ومن ناحية ماليات خبراتهم كبيرة جدا في القصة دي بالعكس دي بيساعدوهم في الحتة الفنية أنهم يقدروا يجيبون لهم أحسن لعيبة ويقدروا يجيبون لهم أحسن مدربين وأحسن سكاوتينج تيم وتكنيكال تيم يبقى حواليهم لا أصدي عليه إن فيه ناس اشتغلت الشغلانة دي قبل كده وأقولك بالبالة دي كانوا وغدين أنهم اللي بيروحوا يتفاوضوا مع وكلة ويتفاوضوا مع العيبة بنفسهم مش هايحصل تاني مش هايحصل تاني مش كايف أن الناس دي تقول لا أنا أنا عاوضوا مجلس إدارة أنا منحقي أن أنا لا يا فندم وفيه توافق على كده أنا مش بقولك حاجة ده كلام متفق علي طبعا طبعا خلي بالك هذا كلام ده مهم جدا احنا كلنا عايزين ننجح احنا عارفين المشكلة اللي فيها الزمالك وكلنا عايزين نوديه في حتة تانية نطلعوا من الكابو اللي فيها ونوديه في حتة تانية فالحقيقة كله فيه توافق والحاجة اللي أنا ما شفتهاش قبل كده أنا دخلت انتخابات قبل كده مرتين المرة اللي كسبت فيها ومرة اللي فاتت اللي هي بتاعت أسوأ انتخابات في الندي الزمالك بتاعت الفين اتنين وعشر وعمل ما شفت ناس الحقيقة قاعدين مع بعض بنحاول نساعد بعض حتى في ملفاتنا وده وضع من خلال كلامك وكلام واضح يا جماعا نوست زهاني شكري النهاردة معظم كلامه بيتكلمش عن نفسه يعني فيه ناس كتير نهاردة قبل اتنين وسبعين ساعة تمانية واربعين ساعة من الاتخابات يقول لك أنا جاء تكلم عن نفسي ولكن العلاقة الطيبة والروح الحلوة اللي ما بين الناس اللي شغالة مع بعض لو شفتوا نهاردة هتلاقوا انهاني شكري بيتكلم على زميله في القايمة أكتر ما بيتكلم عن نفسه ده بيعكس لك يعني الحالة اللي ممكن تكون موجودة يعني هي دي النقطة يعني كلامك مصبوط 100% هي دي النقطة اللي احنا يعني اللي أنا مبسوط بيها والي أنا فرحان بيها وفرحان أنا داخل الانتخابات واخد المنادي الزمالك مع المجموعة دي لأنه كلنا حابين بعض وكلنا بنساعد بعض ويعني مثلا مهانساني بيرزي طلب أنه عمر أدهم يساعده في الشركة الكورة ويبقى معي طبعا اللي شاف منه في سطرة اللجنة طلب أن أنا أبقى موجود أساعده في حتة البراندنج والماركتنج بتاعة الشركة دي طبعا فيه ملفات تانية أنا أمسك ملف مثلا من ضمن الملفات غير التسويق مع زميلي أحمد خالد ورامي ملف الإعلام بنطور قناة الزمالك تطوير شامل ملف تطويره فيه مجلس أمنا هيبقى موجود في قناة دي مجلس أمنا منوش عقب مجلس أدهر يعني ما بيخدش تعليمات مجلس أدهر مجلس أمنا بيحط السياسات للقناة وبيشتغل وممكن جدا يبقى لما نجلس أدهر يغلط يقوله أنت غالطا أخيرا أخيرا أستاذاني كلمتك لعضاء الجمعين أموني أنا زي ما حضرتك قلت في الأول الحقيقة ودي تطلعه من كابوته وتوديه في حتة تانية كويسة يا إما هنوعد الحقيقة إذا ما يستحملش هنوعد نعاني عشر أو خمساشر سنة قدام لو ما تمش اختيار أفضل عناصر وأفضل عناصر يعني ناس عندها سين فيز مظبوطة في مجلاتها دفسك صحيح مشكرك سيزاجي ده شرف كبير تعرف حبي ليك ميدو وانا أتمنى لك التوفيق دايما واتمنى لك التوفيق يوم الجمعة وفي النهاية يعني طبعا ربنا يولي من يصل المسؤولية كبيرة على أعضاء الجمعية العمومية اتخاذ القرار تاني بعقلهم المرة دي أكتر من قلبهم دي كانت حلقة النهاردة مع الأستاذ هاني شكري المرشح لمقعد عضوية مجلس إدارة ناتي زمانك الانتخابات يوم الجمعة القادمة إن شاء الله ستكون انتخابات تاريخية بكرة عندنا حلقة مهمة جدا ستكون ضيفي فيها الأستاذ هاني بيرزي نتكلم عن التسويق بشكل أكتر وإيه الدول اللي ممكن يقوم بحل نجاحه في الانتخابات القادمة نتكلم عن الأخير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة